إذن تقرير سلبي من قبل الإسكوا فيما يتعلق بزيادة أعداد الفقراء حتى فيما يتعلق بمستويات التوظيف وسلاسل التوريد نقص في الأغذية إذن هذا التقرير أعطى الكثير من البيانات السلبية فيما يتعلق للأوضاع على العالم العربي وخصوصا أن هناك سيكون تأثير سلبي على الأجور تدفق التحويلات لأن كثير من المغتربين الموجودين في مناطق أخرى حول العالم الذين يحولون أموال إلى المنطقة العربية يبدو أن هناك تأثر في أحوالهم هناك أيضا مخاوف لإنحسار الطبقة المتوسطة وتأثير أيضا قوي على الطبقات الضعيفة ماذا أيضا عن أعداد الفقراء الزيادة إذن قد تصل إلى أو تتجاوز الثمانية ملايين إنسان والزيادة قد تصل بنسبة مئوية بتسعة في المئة بالمقارنات ما قبل كورونا مع ما يحصل حاليا بالنسبة لكورونا وقد نصل بالأرقام إلى أفوق المئة مليون إنسان التداعيات الاقتصادية كذلك تقول بأن هناك ارتفاع في مستويات الفقر إنحسار الطبقة المتوسطة إنعدام الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية وهذا الأمر على الدول يعني هذا ما تحاول الكثير من الدول العربية أن تركز عليه للحد من تطور مستويات الفقر إنعدام أيضا التأمين ضد البطالة وهذا من الأمور أيضا التي يمكن أن تفاقم هذه الأمور بشكل سلبي وارتفاعات حالات نقص التغذية في العالم العربي للأسف إذن قد تصل هذه الأرقام إلى حدود تتجاوز إذن المئة أو المليون إنسان إذن زيادة فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية كذلك انخفاض الصادرات الغذائية من البلدان المنتجة بسبب تعطل الكثير من الرحلات الجوية وحتى في تعطل الكثير أيضا من رحلات الشحن نتيجة تأثر سلاسل التوريد وخصوصا حتى فيما يتعلق بطريقة أيضا العملية الحجر الصحي وعملية الإغلاق أيضا يبدو أنها تمنع الكثير من العمال لأن يذهبوا إلى أراضيهم وأيضا إلى المصانع الاعتماد الكبير على الواردات وهي من ضمن الأمور اللقوية والتي تؤثر لها تأثيرات سلبية لذلك هناك اتكالية كبيرة على جلب هذه المواد الغذائية من الخارج واستيراد المنطقة العربية تستورد بحدود 65% تحديدا من القمح وهناك أيضا انفاق بحدود تتجاوز المئة مليار دولار على واردات الأغذية لذلك اتكاليتها على بقية الدول الأخرى إذن واضح أنها كبيرة وسوف يكون هناك نوع من النقص في الغذاء في حال استمرار هذه الإجراءات المتخذة بالنسبة لكورونا لعدة أشهر إذن قد نشهد ضعف في هذه الإمدادات بالنسبة لتوصيات منظمة الإخوة النهوض بنظام الحماية الاجتماعية وهي من ضمن الأمور الجدا مهمة والتي تركز عليها الحكومات حاليا وتوسيع استحقاقات البطالة دعم الشركات المتضررة وخصوصا الصغيرة والمتوسطة والحد من تسريح الموظفين وهناك آليات يبدو أن بعض الشركات تحاول أن تلجأ إليها للحد من هذا التسريح زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع القائمة على كثافة اليد العاملة وهذا على الأقال يمكن أن يستوعب المزيد من العمالة فيما يتعلق ببعض الدول التي لديها أيضا تفرض عليها عقوبات وهناك نوع من التوترات في هذه البلدان مثل سوريا اليمن وليبيا اللجوء إلى عملية تهدئة الأوضاع في هذه البلدان وإنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي كخدمة الفقراء وأيضا الفئات الضعيفة وهي من الأمور أيضا التي بدأت أيضا الأصوات تعلو باتجاهها الإقاف المؤقت لخدمة الديون السيادية وتحرير احتياطيات العملة الأجنبية للبلدان النامية هذا فيما يتعلق بالبيانات التي أوردها تقرير الإسكوا إذن واضح أنه يلجأ إلى الكثير من البيانات السلبية خصوصا إذا ما استمرت الإجراءات للحد من كورونا لوقت أطول ترجمة نانسي قنقر